اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة الاتصالات العمانية واهتمام كبير من المسؤولين في سلطنة عمان في مجال الذكاء الاصطناعي طبعا تجربتنا كانت وجودنا لكي نتكلم عن تجارب البحرين في الذكاء الاصطناعي وطبعا الذكاء الاصطناعي اليوم مثل ما ندري الكثيرين يتكلمون بنظريات عن الذكاء الاصطناعي ومنظورهم للمستقبل الذكاء الاصطناعي وفي دول طبقون ذكاء الاصطناعي بس بنوع مش متكامل مملكة البحرين من الرواد منذ 2017 في بيت في ذكاء الاصطناعي ومركز سمو الشيخ ناصر في آخر ثلاث سنوات في تطبيق نظريات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شتة مجالات اليوم إذا نتكلم عن تطبيقات في مملكة البحرين يفوقون عن 65 مشروع في قطاع العام والخاص وفي عدة اختصاصات من الطب إلى النفط والغاز وإصلاح الصفن والأمور المارية والموارد البشرية لذلك بالنسبة لتجربتنا فريدة ورائدة في منطقة الخليج حيث لا نعتمد على مشاركة يمكن استشاريين خارجيين أو شركات كبرى لكن البدء فيهم عن طريق الشباب والشابات البحرينيين في مجال الذكاء الاصطناعي نعم لو تحدثنا دكتور أيضا عن أبرز ما تم استعراضه لتجربة مملكة البحرين في هذه القمة أو ما هي الجوانب التي تم الارتكاز عليها طبعا مثل ما ذكرنا قابل شوي يمكن متحدثين كثير منهم كانوا من خلفية أكاديمية في الذكاء الاصطناعي والنظريات المتطبقة في عين حال العالم طبعا هالأشياء يمكن أن تتواجدون على جوجل أو على تشات جي بي تي بحيث أن المعلومات متوفرة ولكن التطبيقات المتداولة يمكن يستخدمونهم ليس بأكثر من 35% لـ 40% إنما تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي نعمل فيهم ممكن يكونون على قياس الإدارات بحيث ممكن فوق عن 90% من احتياجاتهم لذلك من المهم أن ننظر على موضوع الذكاء الاصطناعي في أخذ البيانات المتوفرة واللي مخص المشروع ومن ثم تطبيقهم بحيث أن الموظفين والإدارة كلهم يكونون جزء من تطبيق الذكاء الاصطناعي فهي كان شيء الفريد في سلطنة عمان اللي كان استحسان من أيضا وسائل الإعلام سواء كانت تلفزيون العمانية أو إذاعة العمانية اللي ركزت على الموضوع وعدة صحف في سلطنة أن تجربة البحرين هي تجربة رائدة والمستقبلية للدول الخليج بحيث أن يقدرون يبنون على هذا الشيء طيب دكتور بما أنكم أعرضتم أين وصلتم الآن سواء في المجموعة العالمية التي تترأسها أو في مركز ناصر للبحوث والتطوير لكن ماذا عن المستقبل هل قدمتم رؤية مستقبلية نظرة مستقبلية هل لديكم خطط في البحرين يعني الوصول لمرحلة متميزة بين دول الخليج للمملكة في مجال بحوث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي هي مرحلة متقدمة لا شك لكن للحفاظ عليها لابد أن يكون هناك نظرة مستقبلية طبعا الشيء اللي يميزني أيضا قبل ما تكلم عن استراتيجيتنا المستقبلية أننا نعمل في ظل استراتيجيات وقوانين وتشريعات معينة بانذكاء الاصطناعي سواء تشريعات أخلاقية أو تشريعات مما يتعلق بالنظم التطبيق منهم وأيضا بأخذ يمكن في الاعتبار شركات كبرى في العالم مثل آيسو اللي عندهم يمكن قوانين في مجالات في تقنية المعلومات يعني إحنا مؤخرا حصدنا على آيسو 27001 2022 يعني نطمئنا المشاركين أننا في جوانب أمنية مركزة عليهم وفي خلال شهر أيضا آيسو 230053 اللي يعمل على تشريعات الذكاء الاصطناعي لكي نكون معاشرين صح في هالأمور في المستقبل اللي حين أيضا عاملين على موضوع اللارج لانجوج مودرز اللي يسمونهم اللأل أم التطبيقات اللي احنا شفتوهم على الشات جي بي تي و بار طبعا ذلك التطبيقات يسمونهم أوبن جيرناتف آي بحيث أنه ممكن الكل يستفيد منهم لكننا احنا نحاول أن نركز على التطبيقات صناعة محلية لكي المواطنين الخليجين أو البحرينين يستفيدون من بيانات ليست متواجدة أو بدقة في الشعجي بي تي أو بار لكي يكونوا متميزين في هالموضوع نعم شكرا جزيلا لك دكتور جاسب حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي شكرا لحضورك دكتور شكرا دكتور شكرا لك موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر